النهاردة هنتعلم كل حاجة في انجلر وحنعمل ابليكيشن كامل خطوة بخطوة مع بعض كل ده في فيديو واحد مش محتاج منك جير انك تكون عارف اساسيات جواسكريبت على شوية html وشكرا على كده انجلر عبارة عن front end framework كلمة front end يقصد بها الواجهة الامامية للابليكيشن او بمعنى ابسط اي حاجة بتشوفها قدامك لما بتدخل اي ابليكيشن او ويب سايد زي الصور والكلام والزرائر وغيرها اما بقى كواعد البيانات والملفات المتخزنة في السيرفر اللي انت ما بتشوفهاش دي بنسميها ال back end ال front end بنتنفذها بتلت حاجات مع بعض html ودي مسؤول عن اظهار العناصر في الصفحة زي الزرائر والصور والكلام وكل العناصر اللي بتشوفها في الواجهة الامامية للتطبيق css ودي اللي بنزبط بيها style العناصر زي الالوان والمقاسات الجواسكريبت بنتحكم بيها في سلوك العناصر او ردود افعالها عند احداث معينة زي مثلا الاكشن اللي بيحصل لما اليوزر بيدوس على زرار معين يعني هي المسؤولة عن تفاعله المستخدم مع عناصر الصفحة ودي بتسميها user interaction بالتلت حاجات دول انت تقدر تعمل اي front end لأي application يختر على بالك في بقى frameworks لكل حاجة منهم بتسهل عليك كتابة اكواد معقدة ببساطة اكتر فهتلاقي مثلا javascript framework زي jquery و css framework زي bootstrap و material design وحتى كمان html ممكن استخدم معاها template engine زي ejs و moustache لكن كلمة front end framework بتديلك انطباع ان ال framework ده بيتعامل مع الثلاث حاجات مع بعض وده اللي بيعملو angler و react و view هتلاقي الفيديو بيقارن بينهم عشان يسهل عليك تختار انه فيهم في النهاية الثلاثة عبارة عن front end framework تركيزنا في الفيديو ده هيكون عن انجلر تحديدا عشان تفهم انجلر صح وبسهولة انت محتاج تعرف اللي انجلر بيعمله خلف الكواليس وتكون فاهم ازاي الكود بيتنفذ لو كان مكتوب من غير انجلر وده اللي حنعمله مع بعض النهاردة تعالوا بقى نعمل front end application من غير انجلر و نبدأ نحوله الانجلر واحدة واحدة و ندخل جوه الكواليس عشان نشوف هو انجلر بيعمل ايه بالزبط فلو حبينا نعمل صفحة وب بسيطة تعرض معلومات عن الكورسات اللي بنقدمها المعلومات عبارة عن عنوان الكورس و نبدأ بسيطة عنه فممكن نعمل عنصر H1 نحط جواه عنوان الكورس مثلا حاجة زي كده وهي عنصر مثلا paragraph نحط جواه نبزة عن الكورس بتاعنا اللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن view كل عنصر باين في الصفحة اسمه view الview ده جواه منه اتنين views اللي هو ده view و ده view وهو نفسه جزء من view اكبر منه و ده في انجلر بنسميه component الview هو كل عنصر من العناصر اللي باينه في الصفحة قدامنا ده view اللي هو العنوان و بعدين الوصف ده عبارة عن view تاني هما الاتنين جزء من view اكبر منهم اللي هو نفسه جزء من view اكبر منه موجود جواه الصفحة عاوزين بقى نستخدم سحر الجواه سكريبت في اللعبة بالviews دي المحتوى ده static عاوزين نحوله لديناميك يعني لو عندنا كورسات كتير عاوزين نعرضها بدل ما نعمل صفحة لكل كورس و نكتب الكود ده كله هنستخدمه كتمبليت بس و نحقن فيه البيانات بتاعت الكورسات و ده اول استخدام الجواه سكريبت في الابليكيشن بتاعنا دلوقتي هنشيل المحتوى الى static و نحط بدله variables بعد كده هنستخدم جواه سكريبت عشان نستبدلها بالقيم المقابلة لها فهنشيل angular كورس ده و نحط مكانه variable اسمه title و هنشيل الparagraph ده و نحط مكانه variable و ليكن اسمه about فهيبقى الكود بتاعي بقى اعمل كده هنما يشكلوا بالعلامات دي عشان بس يتعرف ان هو variable مش قيمة سبتة كده دلوقتي اللي احنا هنعمله هنحاول نشيل ال variable ده و نحط قيمته و نشيل ال variable ده و نحط قيمته لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة angular في اي حاجة خلينا هنعمل كل حاجة بادينا عشان نعرف ايه اللي بيحصل بالزبط هنستخدم بقى javascript عشان نستبدل المتغيرات دي بالقيم المقابلة له فمسلا ممكن نعمل حاجة زي كده نقول عندنا title عبارة عن متغير variable مثلا بيساوي قيمته angular course القيمة دي ممكن تيجي مثلا من database ولا من اي حاجة عشان كده هي قيمة متغيرة الكود ده او view ده هنحطه في متغير اسمه مثلا content ال content بتاعنا بيساوي ده او اللي هو ده يعني اللي هو ده عبارة عن content فهنبدأ اول content replace كود javascript عادي جدا هنحن replace المتغير اللي اسمه title break into اللي هي اسمه variable title نفس الكلام طبعا هعمله في ال about الحركة دي في angular اسمها template interpolation وده ممكن يكون variable زي ما شفنا كده او اي expression يعني كود javascript بسيط زي مسلا حاجة زي كده هو هيحسب بقى المجموع ده مثلا اكس زي الواحد اكس مسلا رقم او اي قيمة هيزود عليها واحد ويبقى هو حسب لنا من غير angular نقدر نوصل لنفس النتيجة دي باستخدام اي template engine زي ejs اعمل search بها على ejs او اعمل search على template engine عشان تعرف انت ممكن تستفيد ازاي بالموضوع ده ده بعيدا عن angular قوة javascript هتوقف عند مجرد تحويل المحتوى من static ل dynamic لا طبعا تعالوا نلعب في الكود اكتر ونزبطه ونخليه اقوى هنزود دلوقتي خاصية سحرية حلوة جدا وهي التحكم في المحتوى بشكل automatic فمثلا عاوزين نخلي title دايما يكون capital حتى لو ال user دخله small بمعنى اخر هنطبق transformation automatic على اي متغير يعجبنا transformation عبارة عن function عادية جدا بتاخد القيمة اللي عايزين ازبطها وبترجع علينا القيمة الجديدة بعد التصبيد فممكن نعمل حاجة زي كده انا عندي الكود بتاعنا كده عاوز بقى التايتل ده ازبطه بحيس ايا كان القيمة اللي ال user حيدخلها ياخدها يحولها لحروف capital فعمل function عادية خالص حسميها مثلا caps يعني capital letters دي بتاخد value وبعدين شوف بقى هتنفذها ازاي بما في الاخر هتريتر القيمة الجديدة بعد لما تحولها تحول الحروف كلها لcapital letters هاخد بقى التايتل ده هقول ان التايتل بيساوي هنطبق الفانكشن اللي احنا لسه عاملينها دي عليه بقى بتساوي caps letter ممكن بقى نحملها بشكل ابسط واشيك زي كده كده هوا هيستبدل title بالقيمة لليوزر هيدخالها ولكن انا عايز اطبق عليها transformation او function اللي هي caps فبعمل كده ودي بنسميها pipes يعني طبقلي الفانكشن دي على الفاريبل ده البايبس هي مجموعة من الفانكشنز بتنفذ transformation automatic على اي متغير في التمبلت بتاعنا ممكن نستخدم كده بايب مع بعض فمثلا لو عايزين نغير شكل ونطبق عليه كده transformation زي مثلا نحوله ونوسع الحروف يعني نسيب مسافة بين كل حرفه التاني ونحط قبله label معين للتصنيف ونزين title بشوية يعني حيبقى شكل title بعد ما يتحول حيبقى كده عايزين نحوله مثلا لحروف فهيبقى شكل title بتاعنا بعد التحويل هيبقى حاجة زي كده ممكن نحط label معين عشان نبين نوع العنصر اللي بنتكلم عنه هو عبارة عن course وحنحوله لحروف وفي نفس الوقت هنسيب مسافة كده بين كل حرفه التاني كنوع من التزين يعني مش اكتر او ممكن تحط بقى اي حاجة كده بين الحروف وبعضها وبعدين تستخدم مثلا اموزي ولا اي حاجة للتزين كده خلاص هو ده كده بقى اليوزر لما هيدخل كلمة angular العادية كده angular course مثلا هو هياخد الكلمة دي ويقوم وطبق مجموعة transformations دي automatic ويحولها للشكل اللي احنا شايفينه ده كده خبالك الفكرة هنا ان transformation ده بيتطبق automatic يعني اليوزر مش محتاج يدخل اسم course بالطريقة دي لا اهو هيكتب اسم course بس والpipes هتقوم بالواجب ممكن بقى نكتب بالشكل ده ندلنا المتغير بتاعنا اسمه title هبدأ اطبق مجموعة من الpipes اول pipe هو caps وده اللي بيحول الحروف بتاعتي لcapital letters بعد كده هعمل spaces بين كل حرفه التاني بعد كده مثلا ممكن اطبق label اللي هو ده عشان اصنف الحاجة اللي بتكلم عنها وعلي كده ممكن ازود ايه emoji معين كل pipe من دول هيتطبق transformation معين على القيمة دي افتكر ان كل pipe في الاساس عبارة عن function بتاخد قيمة وبتزبطها او بتحط touch بتاعها عليها وبترجع حالك متزبطة جاهز يعني تعادل حاجة زي كده كاني قلت title هبدأ اطبق عليه كل functions دي مسلا هطبق functional caps وال spaces وال label وال emoji على title شبه هم كان خوز كاني ايه اخدت title رح تمزود عليه emoji ده ورحتو اخد النتيجة بتاعتهم وحطيتها جوا functional label رحتو اخد النتيجة بتاعتهم حطيتها جوا functional spaces رحتو اخد النتيجة بتاعتها جوا functional caps وهي النتيجة اللي طلعتلي في الاخر بقت هي title طبعا باستخدام طريقة pipes كده الدنيا بقت اسهل بما ان pipe عبارة عن function عادية فحنعوز نمر له parameters عشان نتحكم اكتر في transformation اللي هيحصل فمثلا لو عايزين نختار smiley معينة في ال emoji pipe ممكن نعملها كده لو انا عايز اغير شكل ال emoji ده عايز مثلا اخلي ال emoji يكون مثلا smile ممكن يكون sad حاجة حزينة ممكن يكون love يرسم لي شكل قلب ولا حاجة حاجة كده او sad او love مثلا يعمل لك شكل قلب ولا حاجة بقى انا بختار شكل ال emoji ممكن نفس الكلام برضو لو انا عندي label ممكن ادخله parameters يعني ادي له title بتاع label ممكن لو فيه transformation معين ممكن اتحكم فيه زي اي function لما بديها parameters عشان اتحكم فيها فحعمل حاجة زي كده المتغير بتاعي هو اسم title وبطبق عليه ال emoji فعايز بقى اختار emoji معين يبقى انا عايز امرر لها parameter بمرر ال parameter زي زي بحط النقطتين دول وبعدين اكتب الحاجة اللي انا عايزة مثلا smile او sad او love او غيره الحركة دي كده انا بطبق ال emoji بال parameter smile على title الحركة دي تعادل كان قلت له اه احنا قلنا ان ال type عبارة عن function عادية فقلت له طبق لي ال function اللي اسمها emoji على title وفيه parameter هنا اسمه مثلا ايه type او اي حاجة يعني هو بياخد ايه بقى بيقوم اخد title ويزود عليه ال emoji اللي هو type طبعا ايه بعد ما بيرسمه طبعا ال emoji او اي حاجة بعد دلوقتي احنا عملين نزود مميزات من غير ما ندخل angular في الموضوع ولسه هنزود مميزات كمان لغاية ما نكون قادرين نعمل كل حاجة بادينا angular بيعملها عشان لما نيجي نستخدم angular نلاقي الدنيا سهلة لاننا عارفين كل اللي angular بيعمله في الكواليس مميزات مميزات